في سياق المنتصل ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إجمالية 18 ألفا وتسعمائة وواحدا وتسعين شخصا لقوا حتفهم في تركيا وحدها نتيجة لزلزالين ضربا أيضا سوريا المجاورة هذا الأسبوع وأضاف أنه تم إنقاذ أكثر من خمسة وسبعين ألف شخص وتبلغ حصيلة القتلى في سوريا حاليا 3384 مما يرفع إجمالية عدد القتلى في الدولتين إلى 22375 قتيل